اشتركوا في القناة التوراة فصلت بشكل اوسع في قصص بني اسرائيل كما ندعو لقراءة ايات القرآن الكريم بتجرد لا ان نقرأها ونحن مرغمون على فهمها على وضع يثبت ما قيل في الحكايات والسرديات السائدة فقد اوردنا في فيديوهات سابقة ادلة وشواهد دينية وتأريخية واثرية بان فرعون اسم علم لشخص وليس لقبا وان زوجة فرعون من قوم موسى من العماليق وسنضع روابط الابحاث السابقة في الوصف فرعون هذا هو اللغز الاول الواجب حله بحث رجال الاثار كل رجال الاثار في كل اثار بلاد النيل عن مصدر هذا الاسم او اللقب ولان هذا الاسم قد وجد مقترنا بمصر في اسفار العهد القديم المقدسة فلابد من ايجاد مصدر له ببلاد وادي النيل وباي طريقة فافترض بعضهم ان كلمة فرعون مشتقة من اللفظ بر ع ولما كان هذا اللفظ هو اقرب الالفاظ لاسم فرعون فقد ثبت وتقنن واصبح هو التفسير التقليدي رغم كل هذا الالصاق فمن اكثر الاشياء نفيا ان بلاد ايجبت لم تعرف او تستخدم ابدا تلك الكلمة فرعون للدلالة على اي شيء طوال تاريخها وفشل الجميع في قراءة تلك الكلمة على اي اثر ليس كلمة فرعون فحسب بل جميع الاسماء الواردة في القصة لا وجود لها في حضارة وادي النيل ومع ذلك نجد اسرارا عجيبا على رفض الحقيقة من قبل البعض بداعي الحرص على العقيدة وهم بهذا لا يخدمون العقيدة في شيء فمن كان حريصا على دينه فعليه البحث عن الجغرافيا والاثار التي تتفق مع القصص لاخراس المتربصين بالدين والذين يروجون بانها اساطير لم يثبتها علم الاثار كما ندعو المختصين الى الكف عن النفي المطلق والدعوة بدلا عن ذلك الى البحث والتنقيب في اماكن اخرى وفق كافة النظريات ما عدنا من نجيب الكم يعني لما انا اجي للحضارة المصرية فيها خمسين نوع من انواع المكياج والزينة والملابس والاحلية والاخرية وعندي انواع الاسلحة مالتهم الاف الانواع هي وصورها موجودة وعندي انواع الجيوش وعندي المعارك واحدة بعد الاخرى كل شيء مذكور بالتفصيل لكن لو لم نذكر ان شخص اسمه موسى خرج على الفرعون والفرعون تبعه بالجيش هذا ما موجود اذا نرجع مرة اخرى انا صاحب المختبر من اين اجيب هذا يعني هل اكذب على نفسي واكذب على الناس واقول انه موجود هذا مصحيح اذا هي مشكلة حقيقية يعني هاي مفارقة احنا ليش ما نتوقف عده يعني ليش ما نتوقف عده المفارقة ليش نتهرب منها بالرجوع للواية الدينية احنا نقول ما موجود لا يوجد شيء فلا تشكيكا ان عدنا للجغرافيا الحقيقية ولكن الشك يأتي مع الاسرار على البحث في المكان الخطأ وعدم العثور على اي دليل اثري ففي آيتين من القرآن الكريم يقف المفسرون والمؤرخون عندهما في حيرة وعقبة لا يمكنهم تجاوزها فيقفزون عليها وبعضهم يحاول الترقيع جاهدا لإكمال السردية الأولى هي تأكيد الله تعالى أنه بعد هلاك فرعون ومن معه أورث الله أرض فرعون لبني إسرائيل وأقوام آخرين قال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل فقد استطاع مزور التاريخ تجاوز أغلب العقبات قبل علم الآثار إلا هذه المعضلة فلا يوجد في التاريخ ولا في المنقول ولا في الموروث ما يقول أن اليهود قد حكموا مصر النيل أو قامت دولة يهودية في وادي النيل فهذا أمر محسوم تماما فقد عز على المحرفون ترقيع هذه الثغرة لكن إذا نظرنا في تاريخ اليمن فقد قامت أكبر دولة يهودية في التاريخ وهي مملكة حمير العظيمة لا سيما في عهد الملك يوسف أسار ذي نواس الحميري والذي سم الكيان شارع باسمه في الأراضي المحتلة كما قام بإطلاق اسم سبأ شيبة على أكبر المشافي الطبية هناك نعم قامت في اليمن أعظم دولة يهودية جميع أركانها يمنية بحتة من أرض وشعب وسلطة وعقيدة وليس للكيان الحالي الهجين أي علاقة بها فهم ينتحلون صفة تاريخ تخلينا عنه وأصبحنا مسلمين والحمد لله لكننا سنفخر به بأننا موحدون آمنا بالأنبياء جميعا ولم نعبد الأوثان فهذا الكيان الذي لا يستحي يؤمم جزء من تاريخ وتراث اليمن بداية من الشمعدان السبأي والذي نقوشه تملأ وديان وجبال اليمن وهو يتكون من سبعة أعمدة كشعار للحكم في مملكة سبأ يتوسطهم الملك وثلاثة من الأقيال حكام المخالي في يمينا وشمالا وثم الشيكل وهو عملة سبائية وقد أوردنا التفاصيل في فيديو سابق ووصولا للدودحية والرقصة الزبيرية وياهزلي ياهزلي التي نسبوها لتراثهم وهو تراث يمني لأبناء اليمن عموما وليس لمعتقد أو ديانة وبكل وقاحة يفتتح الكيان متحفا للآثار اليمنية يبرز فيه بعض المقتنيات العادية لكن الآثار المنهوبة يتم إخفاؤها أو زرعها في أماكن أخرى واكتشافها لصناعة قصص وهمية ست قطع من آثار اليمن ستعرض في مزاد إسرائيلي في أواخر إبريل القادم عرض هذه الآثار سيتم في مزاد المركز الأثري الذي ينظمه عالم الآثار الإسرائيلي الشهير الدكتور روبورت دويتش أما الآية الثانية فهي قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فإنه سبحانه وتعالى بهذه الآية قد قرر قانون عام أنه ما من رسول إلا لقومه خاصة وبلسانهم ولم يستثنى أحدا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي أرسل بلسان قومه أيضا ولكن للناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة إلى هنا طرحنا الدليل القاطع بأن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبلسانهم وهنا نربط مباشرة مع قصة موسى وفرعون لنثبت أن فرعون وملائه من قوم موسى يقول الله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه ويقول تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى ويقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فهنا ومع كل هذه الأدلة القرآنية دون إفراط في التفكير لابد أن يكون فرعون وهامان وقارون في زمن واحد وبلسان واحد ومن نفس القوم قوم موسى ولنثبت أكثر بأن فرعون كان من قوم موسى وأن القصة كاملة كانت بين قبائل متجاورة وليست بلدان ودول يقول تعالى مخاطبا موسى وهارون فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل وفي آية أخرى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ثم يجيب فرعون بقوله أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ويقول الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهذا الرجل كما أجمعت كافة التفاسير بأنه ابن عم فرعون وأنه من بني إسرائيل ثم آية أخرى تقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أليس هذا دليل بأن مؤمن آل فرعون من قوم موسى قد يقول قائل لو كان موسى وفرعون من عائلة واحدة فلماذا ذكرهم القرآن كقسمين مختلفين وقال آل فرعون وآل موسى وكان من الممكن أن تأتي الآيات بجمعهما معاً فيقال آل موسى وفرعون فرغم أن هذه طريقة للسرد في القرآن الكريم إلا أنه قد فعلها مع موسى وهارون فرغم أنهما أخوان وما في ذلك شك إلا أنه قد ذكر كل واحد منهما بأهله منفصلاً عن الآخر فيقول تعالى سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وفي لغة التخاطب بين هارون وفرعون نلاحظ هنا شيئاً شديد الأهمية فالحق لم يكتفي بأن يكون الرسول من نفس القوم المرسل إليهم بل لابد أن يكون بلسانهم كشرط أساسي ليشرح لهم ويفصل الآيات فهنا حتى إذا افترضنا أن موسى قد تربى في قصر الملك وأصبح يجيد لغتهم فالقرآن والتوراة يقرران أن الذي تكلم هو هارون أخو موسى وكان أيضاً نبياً مرسلاً إلى فرعون وقومه من بني إسرائيل فهو منهم وبلسانهم ويتحدث العبرية فقط وعن هذا الموقف يقول موسى وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي فما علاقة اللسان العبرية بالهيروغليفية؟ فوق هذا إذا بحثنا في الأسماء الواردة في كامل القصة سنجد أنه من السهولة العودة بهذه الأسماء لأصل مشترك واحد ولصلة قرابة تجمع بينهم فهم ينتمون للغة واحدة ومخارج وألفاظ متقاربة وموزونة هامان قارون هارون فرعون ريان سمعان عمران وتستطيع أن تضيف على وزنها قائمة طويلة من الأسماء العربية اليمنية مثل عيبان همدان أوسان سيحون جيحون بينون زيدون فهي أسماء تنتمي للغة واحدة ولهجات عروبية مشتقة من بعضها وعندما نعود للأسماء التي في حضارة إيجبت فلن تجد اسماً واحداً من الأسماء الواردة في الكتب السماوية ولا حتى تشابه أما ما يقوله بعض الباحثين من إخواننا في مصر بأن موسى وفرعون كان من الهكسوس والذين كانوا يحتلون أجزاء من المناطق الشرقية والوسطى فنحن نقدر حرص إخواننا المصريين على التمسك بجانب المردود الإيجابي من تلك القصص وهو السياحة المتصلة بالسرديات الدينية والتخلص من الجانب السلبي الذي يسيء لحضارة إيجبت العظيمة في جل تلك القصص ولهذا فالادعاء بأن فرعون من الهكسوس كان الخيار الأنسب لمصلحة الشقيقة مصر تأريخياً واقتصادياً وسياسياً ولكن للأسف إن هذا الإدعاء ولد ميتاً فقد رفض التاريخ أن يتعاون معه ورفضته الجغرافيا وأنكرته الآثار وذلك لعقبات عدة لا يمكن تجاوزها مهما حاولنا الترقيع والمجاملة أولاً أن الهكسوس دخلوا تلك المناطق غزاةً لكن يعقوب وأبناءه دخلوا مصر بدعوة من ملك مصر وأعطاهم أرضاً ولم يكونوا غزاة ثانياً إن فترة احتلال الهكسوس لتلك المناطق كانت مئة عام أو مئة وعشرين عاماً على أكثر تقدير بينما مكث بنو إسرائيل في البلدة المسمات مصر أربعمائة وثلاثين عاماً حسب نص التوراة ثالثاً إن المنطقة التي وهبها ملك مصر ليعقوب وأولاده كان اسمها جاشان أو جاسان بينما المناطق التي احتلها الهكسوس لا يوجد فيها منطقة أو رقعة جغرافية بهذا الاسم رابعاً يتفق أصحاب هذا الإدعاء على أن فرعون اسم علم لشخص وليس لقباً بينما آخر زعيماً للهكسوس كان اسمه خاموني وليس فرعون خامساً إن يعقوب وأولاده جاءوا إلى مصر جوع فقراء لا يجدون ما يأكلونه بينما الهكسوس احتلوا بلاد إيجبت بالعربات العسكرية والخيول والسيوف ويذكر المؤرخون أن الهكسوس قدموا لحضارة وادي النيل بعضاً من التكنولوجيا الحربية والتي كانت تستعملها الشعوب السامية من عربات تجرها الخيول والأقواس المركبة والفؤوس الخارقة والسيوف المنحنية سادساً إن خروج الهكسوس من إيجبت على يد الملك أحمس كان في ألف وخمسمائة وسبعين قبل الميلاد بينما زمن خروج بني إسرائيل من مصر كان في عام ألف وأربعمائة وأربعين قبل الميلاد فهناك فجوة زمنية لا يمكن ابتلاعها سابعاً إن الآثار في إيجبت والتي تتحدث عن الهكسوس لا تذكر أي شيء عنهم له صلة بما ورد في قصة موسى وفرعون ويوسف إطلاقاً لا أسماء ولا أحداث ولا تتوافق مع أي شيء ورد في قصص الكتب المقدسة فالتذاكي والوطنية بالتاريخ يخل بشرف المهنة للمؤرخ أو الباحث وكما يقول المثل اليمني ضيفوني في الأرباح وأخرجوني من الخسارة لكن قصتكم عشتي لحمي من كبشي والشي كبشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر